اشتركوا في القناة وبرنامج صباحي رمضاني جدا كله مسابقات وجوائز ومعلومات دينية ومعلومات اجتماعية جميلة جدا على الراديو 9090 على الهواء مرة كمان هكون معاكم الساعة الستة اللي ربع قبل الفطار بتوقيت مصر وبرنامج عمارة الحج رمضان برنامج مدته عشر دقايق بيتقابل معاكم ومع ناس كتير وبنتكلم عن عادتنا وتقلدنا في الشهر الكريم وكمان المرة التالتة هنتقابل الساعة تسعة اللي ربع بعد الفطار بتوقيت مصر برضو على الراديو 9090 واعادة عمارة الحج رمضان لمحبي الرعب هيكون فيه كل اسبوع قصة على قناة احمد يونس على يوتيوب قصة رعب من قصصنا الحصرية على قناة اليوتيوب اتمنى انتوا تتابعوا اي برنامج تختاروا صباحكم اطرحت او عمارة الحج رمضان او قصص الرعب على قناة اليوتيوب كل السنة وانتوا بألف خير ورمضان كريم احمد يونس اشتركوا في القناة اهلا بيكو في قصة جديدة من قصص رعب قناة احمد يونس على يوتيوب من فضلك دايما وانت بتسمع يريد تشترك في القناة لا ومش مشترك فيها علشان يجيلك كل تنويهات القصص اول باول بنتمنى لك استماع ممتع واقصى درجات الرعب قناة احمد يونس على يوتيوب قناة احمد يونس على يوتيوب اهلا بيكو في قصة جديدة من قصص رعب قناة احمد يونس على اليوتيوب في شهر رمضان كل السنة وانتم بألف خير زي ما وعدناكم هيكون عندنا قصص ثابتة قصص رعب في شهر رمضان وهيكون اكتر من المعدل المعتاد فيما دون الشهر الكريم اسمحوا لي اقولكم جميعا كل السنة وحضراتكم بألف خير وهستنى منكم في التعليقات برضو تقولولي كل سنة وانا طيب علشان انا بحب السلام عليكم دايما قصتنا النهاردة قصة ام المندوه كتبها لنا محمد شعبان يقول الله تعالى في كتابه العزيز انه كان رجال من الانس يعذون برجال من الجن فزادوهم رهقا صدق الله العظيم الاية دي هي دستور وقانون يردد ويطلى حتى قيام الساعة وفي حد ذاتها هي رسالة واضحة وصريحة لكل مشاوز وكل دجال وكل من يستعين بالجن انه لازم يعرف انه لا جدوى بهذه الاستعانة انما الاستعانة بالله وحده وان الاستعانة بالجن ما هي الا مشقة في النهاية وحياة اللي بيستعين بيها هتتحول لجحيم وشر لا يحمد عقباه صاحب قصتنا اسمه مجدي تعالوا نشوف مجدي هيقول لنا ايه انا اسمي مجدي عندي 28 سنة شغال فرد امن في مخزن احدى شركات الادوية الكبرى في القاهرة ليها مقر شهير جدا في المنطقة الصناعية ساكن في احد احياء القاهرة والمصنع اللي بشتغل فيه بيبعد عن البيت حوالي نص ساعة بالمواصلات وتوفيرا للوقت قررت اشتري موتوسيكل يسهل علي المشوار من البيت للشغل والعكس والان كمان ورديتي بتبتدي الساعة 4 العصر وبتنتهي الساعة 4 الفجر كان بالنسبة لي الموتوسيكل وسيلة امان وراحة بدل بهدلة المواصلات اللي بشوفها كل يوم في يوم من الايام خلصت شغل بدري وبدري بالنسبة لي بالمناسبة يعني الساعة 2 بعد ونص الليل كان يوم شاق بسه في الاخر كل حاجة بتعدي ركبت الموتوسيكل وبدأت السوق في طريق للبيت ولما كنت في الطريق عديت على مجموعة بيوت مهجورة ودي حاجة عادية بالنسبة لي لاني بعدي عليها يوميا لكن اللي مش عادي قصة الشارع اللي فيه البيوت دي بعض اهالي منطقة بيسموه حارة امه سيد زي ما بيقوله او منطقة امه المندوه زي ما بيقوله عليها الناس الكبيرة سمعت كتير قصص واساطير بتحكي عنها وبعض الناس بيقوله الحارة دي كان اهلا زمان بيمرسوا السحر والدجل لحد ما بيوتهم بالكامل اتحرقت وروية تانية بتقول ان الحارة دي كان فيها ست مشعوذة ودجالة بتخوي جن اسمه المندوه وتقتلت في يوم جوه واحد من البيوت دي وبعد كده روحها بدأت تظهر بالليل لأهل الحارة واتطردهم والناس اضطرت تهجر البيوت وتمشي الحقيقة افتكرت كل الكلام ده لما عددت بالموتوسيكل على البيوت معرفش ليه كل ده جيت بالي مع اني بمر من هنا ميوميا وما بشوفش ولا بحس باي حاجة غريبة علشان ما بقاش شخص مبالغ لكن المرة دي حسيت ان الموضوع مختلف حسيت قوي لما حسيت ان الموتوسيكل سرعته بتقل وبتبطأ بدون اي سبب من غير ما قلل السرعة ومن غير ما البنزين يقل ولا حاجة البنزين الموجود يكفي لمدة حلوة فضل الموتوسيكل يبطأ يبطأ لحد ما وقف قدام واحد من البيوت دي قلت خلاص انا هسيبوه ماركون لحد الصبح وخصوصا ان المسافة من قدام البيت ده لحد بيتي ما تزيتش عن عشر داعي ماشي لكن الوقفة في وصل البيوت دي نفسها في حد ذاتها انا بعتبارها ازمة في التوقيت ده فين وفين على ما ممكن حاجة تعدي علشان اكون دقيق في الوصف بتاعي كانت المنطقة اشبه بالمقابر في صمتها واسكتها ورعبها وضلمها وسوتها المفزئة خصوصا ان بعد نص الليل مفيش غير صوت خطواتي وصوت كلاب بتنبح من بعيد وصوت انفاس مجهولة المسر في بيت من البيوت كان فيه جوه صوت كلاب بوابت حديد كبيرة شبه البيوت بتاعات زمان بيت من دورين مختلف شوية عن البيوت اللي حواليه الكآبة فيه ازيت الخوف منه اكبر فيه حاجة بتشدني اني اقرب قربت ووصلت للباب وحسيت ان انا اتخشبت مكاني لا قادر اتحكم في رجلي انها هتكمل ولا اني ارجع ولا قادر حتى اتكلم الدم تجمت فاروقي لما ظهر قدامي ست لابسة جلابية سودة كانت وهي جامل بعيد كان طولها عايدي لكن لما قربت حسيت انها بتطول بتطول بزيادة مش هبالغ لو قلت ان طولها كان اكتر من مترين وعلى راسها طرحة سودة طويلة نزلة للارض ملمحة مخيفة عينيها كلها سودة نور الامر اللي منعكس على وشها مخليها مرعبة اكتر حركتها وهي بتتحرك نحيتي كانت زي ما تكون بتنساب على الارض مفيش خطوات مفيش اي حركة زي حركتنا كل اللي كنت سامه كانت دقات قلبي وهي بتقرب 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 لحد ما بقت قدامي بالظبط على مستوى نظري وهي قدامي كانت اطول مني بكتير لكن اول ما بقت قدامي حسيت انها بدأت تقصر تقصر لحد ما بقت فطولي بالظبط ووشها بقى في وشي كان فيه ريحة خارجة منها زي ما يكون ريحة حاجة بتتحرق ده غير ان جسمها كان صادر منه حرارة شديدة فتحة بقى علشان تتكلم لكنها ما تكلمتش بهذا الصرخة دي لقيتني بقول يا رب يا رب اهوزوا بيك يا رب يا رب إحمين يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحبد والله يرب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا كنعبد وقاء كنستعيني السرطة الاستقل السرطة الدينا العبدالي بغير مغطل بغير مغطل في اللحظة دي جسمي حسيت انه تفك من التثبيت الي كان فيها بدأت اجري يا اجري أجري ومن ورايا ما كنتش ببص ورايا ولا عايزة شوف مين بيتكلم لكن حاجة حاجة حسيتها قربت مني أنا بجري اتلفدت ورايا وقات الأرض وقات بدأت أصحف أزحف أزحف وأنا مش شايف حاجة ولا عارف إيه اللي بجري ورايا الدنيا ضلمة ومش شايف لكني قمت وقفت تاني وكملت جاري كملت جاري بسرعة وصلت لبيتي فتحت الباب وأنا مترقش دخلت البيت حسيت أن أنا اتطميت شوية وفي نفس الوقت مش وسأت دا إلا حصل ولا إني لتسعايش كنت حسس بتاعي وخوف وارهاق ترميت على الأرض بعدها قمت وقفت خلت قطي ترميت على السرير استخد بيت تحت الغطة زي الأطفال ودموت وحلمت إن أنا وقف قدامي البيت الأديم تالي ورجلها بتجمدها في الأرض بظهر لي خيالات كتير كلها بتقرب مني الخيالات لما بتقرب بتوضح كانت عبارة عن مجموعة ستات كتير رابسة أسود في أسود في إيديهم أطباق مليانة حاجة سودة فضلوا يرشوها على وشي ودماغي وكلما تلمس وشي أحس كأن في حاجة بتوقلع في جسمي صحي طالي صوت أمي وواجهي من باية بسم الله يا فهي من كل اللي هي بسم الله يا فهي بسم الله يا فهي بشارين شرحها بسم الله يا فهي بسم الله يا فهي صوت أمي وهي بترقلي فقط كان جسمي وجهني زي ما يكون خارج من حربة أو من معركة كبيرة أمي قلت لي حمد الله على سلامتك يا مالك فيك إيه كانت وقفة هي وجدتي قال لهم بالي مفيش حاجة أنا كويس فيه إيه يا ماما أنا كويس ماما بصت لجدتي وجدتي قلت لها ممكن تسيبيني معا شوية أمي كانت دموها مش فهم سببها وخرجت وهي خارجة قلت لهم ماما أنتي بتعيطي ليه بغيط على حالك يا بغيط على حالك يا بني حالي مال ومانا كويس فيه إيه اللي تكلمت المرة دي كانت جدتي وقلت لي أم المندوها أم المندوها يا بني أم المندوها وصلت لك مندوها مين وممندوها مين واللي انتو بتقولوه ده مفيش حاجة اسمها للكلام ده إيه الجهل والتخريف اللي انتو بتتكلموه فيه ده يعني انت ما ظهر لكش حاجة مبارح لا ما ظهر ليش حاجة طبعا رجعت جدتي بصت لما وقلت لها خروجي دلوقتي خروجي من فضلك وقف اللي الباب وراكي مامو هي خرجة لقتها بتقول يا رب كان مستخبئنا ده فين احنا كنا مرتحين بقالنا سنين اما جدتي فقلت لي مجدي احكيه اللي شفت ايه انا مش مصدق انك ما شفتش حاجة احكيه اللي شفت ايه بالزبط حاجت لها عادي كل اللي حصل لي من اول لما الموتوسيك لوقفه من غير سبب لحد ما وصلت للبيت كل اللي انا بحكيه كانت جدتي بتسمعه بدون اي ملامح تعبيرية على وشه لا في استغراب ولا في خوف ولا في حتى تجذيب لللي انا بقوله بص يابني من اكتر من خمسين سنة كنت شابة صغيرة اقل من عشرين سنة وكنا سكنين في بيت جدك الله يرحمه وكان البيت في منطقة اسمها حارة الدايمومة كانوا بيقولوا عليها وقتها كده ولكن بعد كده سموها حارة ملمندوه وفي يوم من الايام جات على الحارة واحدة من بلاد بعيدة اسمها سعيدة كانت هي وزوجها ومعها ولد صغير اسمه سيد ست فقيرة سبت بلدها وجات القاهرة عشان تعيش حياة افضل بدأت تدور على بيت في الحارة اللي كنا سكنين فيها وقتها ما كانش في حاجة اسمها ايجار في المنطقة بتاعتنا بعت الدهب اللي كان عندها واللي حدتها واشترت البيت اللي جنب بيت جدك على طول وبدأت هي وجوزها يرتبوا حياته والناس تعودوا عليهم وهم تعودوا على الناس وجوزها اشتغل عامل في مخبز لكن مرتبه يعيني ما كانش بيكفيه فقررت انها تدور على شغل ما لقيتش ففي الاخر كان القرار قرارها انها بدأت تشحط بدأت تشحط قدام الجامع الكبير اللي في المدان الناس كانوا بيدوها اللي فيه نصيب علشان يساعدوها ويساعد زوجها اللي كان رجل علانياته قوي من البيت للشغل ومن الشغل للبيت حاول يمنعها اكتر من مرة انها تتسول وتشحط لكنها كانت بترفض هو كان شخصيته ضعيفة في سبع ومرت الايام وبدأت الدنيا تتغير وابنها سيد كبر وبدأ يشتغل ويصرف على البيت لانه كان رافض انها تكمل في اللي بتعمله وكان بيتدايق لما يحصل ان حد يقوله مش انت ابن الشحاتة مهم يا ابني من غير تفاصيل صحينا في يوم على صوت صويت وصراخ قمنا نشوف ايه اللي حصل كان الصراخ جاي من بيته مسايد المصيد سايد واثنين شباب ماتوا هرقانين في الترع وكانت غمه كبير قبل اللي عرفناه قالوا ان هما نزلوا يعموا في الترع بالليل وفيه ست شافتهم بالليل وهما نزلين ونادت عليهم وقالت لهم محدش ينزل مهتموش بكلامها ونزلوا الترع الست بتحكيني سايد هو اللي نزل الأول وبعد ما نزل بدأي سموه بيصرخ وبيقول الحقوني في حد بيشديني من رجلي نزلوا صحابه ينجدوه حاول يشدوه وخرجوا برا الترع لكنه حصل العكس وتشدوا معال تحت الست بتقوله افتة صوت قدام الترع ومش عارفة عامل ايه كنت شايفاهم في حاجة فعلا بتشدوهم كل ما يحاولوا يطرعوا حاجة تشدوهم لتحت جريت جريت على اهل البلد عشان يلحقوا الشباب علما الناس جت كانت الجسس على والشباب وقتها يا ابني اللي الشرطة جت وحققت في القضية والستة حاكت كل حاجة بالتفصيل زي ما حاكت لك الصدمة كانت كبيرة على مسايد وعلى كل اهل البلد لكن كلام الست اللي كانت وقفة فضلت تقول ان سيد هو السبب فغرق الاتنين التانين فبدأ اهل الاتنين التانين يحردوا اهل البلد على مسايد ويقولوا ان ابنها هو السبب في موت الشباب شباب البلد التانين بعد جنازة التلات شباب باسبوع مات جزها من الغم على ابنه وهي رجع تشهد وتتسول لكن اللي حصل ان اهل البلد رفضوها وما كانش حد بيديها مليم وبدأ يتقال عليها بوز الشوم وبوز الشوم يعني حاجة زي الشقم يعني بدأت تروح المقابر علشان لو حد بيوزع حاجة هناك تاخد منها وبدأت تطول اعدتها في الطراب وبدأت تختفي وبقت معظم حياتها هناك في الطراب اللي قولت جننت واللي يقول بنشوفها بتكلم ناس مش موجودة لكن فيه واحد من مشايخ البلد قال سعيدة خاوت جن وكل الازل اللي بيحصل للناس في البلد هي وراه وبدأت الناس تنسى سعيدة القديمة وبدأت تاخد لقب أمه المندوة علشان ابنها تنادى عليه وبدأ يبع معها فلوس والناس تروح لها تفك الأعمال أو تأذي وتعمل أعمال لكن أهل البلد والرجال قرروا أنه هما لازم يمشوها ولازم يخلصهم السحر وقرفوا اللي هي بتعمله تجمعوا في يوم ورحوا عندها البيت واستنوها لما ترجع من الطرق ولما وصلت قالوا لها بنقولك إيه أنت تبطلي اللي بتعملي ده أحسن لك وعادتهم أنها تبطل لكنها ما بطلتش فبدأت الناس تقول إحنا هنخلص منها بطريقنا وفيه جزء مفقود يا ابني إحنا ما نعرفوش اللي حصل أن سعيدة اختفت تماما فيه اللي قال أن فيه ناس دخلوا عليها البيت وقتلوها وتهوها وفيه اللي قال أنها مشت من البلد وفضلنا على الحال ده يجي سنتين ثلاثة بعدها والدوني هديت لحد ما بدأت كل شوية تظهر تظهر للناس في حرطها تظهر للرجالة تحت البلد وللشباب واللي بتظهر له يعقله بيخف يبت موته عاملة زي الندها اللي كانوا بيحكوا عنها زمان ولحد دلوقتي لو قلت لك أن فيه أكتر من مئة ولا مئتين شاب اختفوا من وقتها وما حدش يعرف عنهم حاجة مش هتصدق طيب يا جديتي أنا 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 كويس وأنا قدام حضرتك وهو ما فيش حاجة حصلت حتى لو هي اللي ظهرت لي زي ما انتي بتقولي ربيني يسطر عليك يا با ربيني يسطر عليك بعدها بأسبوع اللي عرفناه إن مجدي اختفى اختفى ولقوا الموتوسيكل في نفس المكان اللي عطل بيأول مرة أمه المسكينة وجدده كانوا بيلفوا علي في الشوارع وكل الردود أهل الحارة اللي عوض عنده اللي عوض عنده مجدي أمه المندوه ندهتو أهلا بيكو في قصة جديدة من قصص رعب قناة أحمد يونس على يوتيوب من فضلك دايما وانت بتسمع يريد تشترك في القناة لو مش مشترك فيها علشان يجي لك كل تنويهات القصص أول بأول بنتمنى لك استماع ممتع وأقصى درجات الرعب قناة أحمد يونس على يوتيوب قناة أحمد يونس على يوتيوب في رمضان عمارة الحق رمضان وصباحك ومطرحك على الراديو تسعين تسعين هكون معاكم إن شاء الله كل يوم في شهر رمضان 3 مرات في اليوم على الراديو تسعين تسعين مرة الساعة 9 صباحا والحد الساعة 11 والصباحك ومطرحك وبرنامج صباحي رمضاني جدا كله مسابقات وجوائز ومعلومات دينية ومعلومات اجتماعية جميلة جدا على الراديو تسعين تسعين على الهواء مرة كمان هكون معاكم الساعة 6 اللي ربع قبل الفطار بتوقيت مصر وبرنامج عمارة الحق رمضان برنامج مدته عشر دقايق بيتقابل معاكم ومع ناس كتير وبنتكلم عن عادتنا وتقالدنا في الشهر الكريم وكمان المرة التالتة هنتقابل الساعة 9 اللي ربع بعد الفطار بتوقيت مصر برضو على الراديو تسعين تسعين واعادة عمارة الحق رمضان لمحبي الرعب هيكون فيه كل أسبوع قصة على قناة أحمد يونس على يوتيوب قصة رعب من قصصنا الحصرية على قناة اليوتيوب أتمنى أن تتابعوا أي برنامج تختاروا صباحكم أطرحت أو عمارة الحق رمضان أو قصص الرعب على قناة اليوتيوب كل السنة ونتم بألف طير ورمضان كريم أحمد يونس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر